أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر موضحا أن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات لا سيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيا زكي ومسؤول الجهات المعنية وتابع رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة الحوافز الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر تمهيدا لإعلانها وكذا اعتماد نموذج لمذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها مع الشركات المتقدمة فضلا عن طرح آلية مشاركة الدولة في هذه المشروعات اشتركوا في القناة